قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين فرانشيسكا البنيز إن تمويل الأمريكي لعمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة يتزايد وعلقت البنيز على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة التابعين بمدينة غزة وأودى بحياة أكثر من مئة شخص وإصابة العشرات بأن الجيش الإسرائيلي يستخدموا قنابل أشد فتكا في حربه على قطاع غزة كما أضافت خلال حسابها الرسمي أن القنابل التي استخدمت في مذبحة مدرسة التابعين حولت الضحايا إلى أشلاء إلى حد جعلت تعرف عليها مستحيلا